موسيقى وبرنامج فاشن تلفزيون المصري Happy New Year وبرنامج فاشن ماجد المصري كل سنة كل الناس كل السنة والناس كلها طيبة وسنة سعيدة عليهم يا رب ان شاء الله ويا رب عمك كلها تبقى جميلة ان شاء الله حسن الردين لكل متابعي برنامج فاشن كل سنة وانتوا طيبين سنة سعيد عليكم كل سنة وانتوا طيبين لبرنامج فاشن وان شاء الله 2020 يكون سنة جميلة علينا كلنا على Happy New Year وماري كريستس Happy New Year لبرنامج فاشن وكل سنة وانتوا طيبين كل سنة وتطيبين وعيد سعيد يا رب علينا وسنة سعيدة علينا كل سنة وتطيبين كل سنة والتليفزيون المصري فرقي وتقدم ونجاح Happy New Year سعيدة ان شاء الله 2020 تدخل على كل البيوت المصرية بالسعيدة والفرح واللي هنا يا رب وتبقى أحسن من كل سنة فاتت وكل سنة وانتوا طيبين واسحة الشعراء Happy New Year حباء السيسي وكل سنة وانتوا طيبين شكرا حيا جماعة زيكم احنا باك سيدج كل دي طبعا فساتين احنا يمكن عندنا النهاردة اكتر من 100 فستان طبعا الناس كتيرة بفكرين مالس بتيجي تاخد اي حاجة وتطلع طبعا لأ عشان نعمل التوضيبة دي بياخد وقت كبير جدا مننا فتنجز عشان نقيس الهدوم على البنات وبعد كده بناخد كل الهدوم دي نحطها in order the fillet والحاجات بالالوان وقصص كتيرة قوي 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 يعني زي ما نشايفين مثلا ده فستان لابسها مروة ده رقم واحد اللي بعديه رقم اثنين تلاتة عشان الطلعات تبقى مظبوطة يطلعوا الفستان كلها الوانهم شبه بعض وستايل بعض وان شاء الله دعونا بقى خلاص فاضل يمكن نص ساعة الدفليه وان شاء الله يطلع كويس الجمال هقولك حاجة جميلة او لجمال رشدتة بسيطة جدا جدا حبي نفسك واعتني بنفسك لنفسك مش لحد تاني هتفضلي طول عمرك بتعتني بنفسك سواء لشعرك بشرتك جسمك كل حاجة لنفسك حبي نفسك هتعتني بنفسك و هتبي زي الأمر جميلة نفسك امرحنا حالي م votersري فشمش من کرا ل Mono الادون هذا هو بيش و الثاني هو بيش و الثاني هو بيش أتمنى أن الفاشن شو ستكون جميلة اليوم إنه مختلفة من الدرس لا أعلم احبت بيش هل بس النهاردة من دفل سودة و سيارة هل بس فيها الوان كتير عوي أحمر و غورد و سيلفر هل بس درس أخضر ده بقى الفاين الدرس اللي هو آخر حاجة هطلع بيها بس كده هوداله هلبسه النهاردة هاي النهاردة هلبس فوستين فوشيا مع حيني و جومب سوت لونها إسود و سيلفر وأكتر أمان محبها الإسود هلبس في الأول سكورت وبليزر عليه أحمر على أخضر على كذا كالورز كده كله هل بقى و الثاني هلبس درس طويل قوي اللي هو سيلفر هلبس ليه طلعتين أول طلعة بدرس هيكون لونه أصفر هتشفوه هيعجبكو قوي و تاني طلعة هيكون بدرس طويل و فيه لون أبيض و سيلفر فشوفوهم يا ربي عجبوكو فأم سو اكسايتد و شفونا الجاسس تعطي النهاردة واحد اسود فيه أبيض و كيه هل بس درس بس درس طويلة و هذا يأخذ فيه و يأخذ فيه و ثم أنا أخذ هذا و أنا مرحباً مرحباً هو الدفلية رقم 100 في مصر و برا مصر و نحن نهاردة عاملين يعني عاملين 100 فستان لم تحدث من قبل في تاريخ أي ديزاينر في مصر و في العالم و أنا قلت مصر تستاهل و نحن نرفع شعار صنع في مصر و إلبس المصر و أفتخر فن نهاردة عاملين حاجة بقيمة بفن بهند ميد بشغل حلو و من حق الناس أنها هتشوف شغلنا المصر الحلو المحترم و هنقم الكوليكشن ده هطلع بيه على باريس فاشن ويك أسبوع الموضة العالمي اللي هو أهم أسبوع موضة في العالم كرساون طيبين و مصر بخير و يا رب عقبال كده نحتفل بال 2030 و 40 و 50 و إحنا بنشتغل وبنرفع شعار صنع في مصر و ألبس المصر و أفتخر و إحنا عايزين بس نقول للشعب المصري اكتهت شوية مش أكثر من كده كرساون طيبين و إن شاء الله سنة سعيدة على الكل و إن شاء الله يا رب تبقى سنة مليئة بالحب و العمل و النجاح تكون يا انتي هو انتي واحد ست الهان تشوف نفسها في المراية و تحاول تكون هي ما تقلتش حد ما تلبس حاجة مش مناسبة عليها و ده الجمال ما اكون مس جوردن 2019 جيت حضر اليوم الابنت بتاعها و جتني دعوة من عنده طبعا بحضور هولندا و عندي صديقة كمان عارضة إيطالية مع مستر هاني وبالتوفيق طبعا لدرس اليوم من هولندا و موفقين مرسي الفاشن شو النهاردة في 36 عارضة مصريات و أجانب و في 10 عارضين أولاد و أتمنى النهاردة ان الفاشن شو يعجبكو لأنه فيه تقريبا مئة قطعة و كل قطعة أحلى متانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 ان شاء الله النهاردة يبقى أحلى ديفيلي في 2019 كلها أزيو جبل متعودين منه على كده و يعني أنا بحب اجل هيني عشان اخد فكرة عن الألوان الجديدة اللبس الحلو الجديد اللي ممكن نبتدي به السنة الجديدة عشرين عشرين كل سنة و حضراتكم طيبين بحب أخد الألوان اللي هي يعني تكون كده غمقة شوية وبمكن يكون في سلفر والتكسس طبعا بحبه لأنه مريح ولطيف وفي نفس الوقت يعني ألموت جدا الحمد لله أحسن من التلون شوية فيعني بحس إنه ده شكل مش عارفة بس بيبقى ليه أكتر مع ديفلي كل حاجات جميلة وجديدة وبتسرخ كده في الموضة دايماً بحب اللوكات الغريبة شوية المجنونة يعني الناس واخدة مني على أن أنا جريئة شوية فمبسوطاً أننا النهاردة موجودة في دافلي ومبسوطاً أنه النهاردة كمانا أقول له مبروك علشان الدافلي رقمية وعلى طول في تقالك يا رب ترجمة نانسي قنقر أنا بلبس اللي بحبه اللي بيليق علي المناسب ليا اللي مناسب للتكوينين شكلي اللي مناسب لشرقيتي بس بحب أواكب الموضة برضو يعني الألوان الحلوة بتاعت السنادي حب ألبسها أخذ من كل حاجة موضة بس يكون مناسب ليا فالنهاردة أنا لابسة على جولد وبوني اللي هو إيه مش صوريه ومش لبس نهار يعني أفريمي دي عشان يناسب الدفيلة تحبي إيه بقى أنت يا يناسب؟ لأ أنا عندي أنا بحب الأسود وكل لبسي شوها بعض مشكلتي أن أنا كل الصوريهاتي سودا وكلها وطبعا الحجاب أو يعني التحشم إلى حد كبير بيبقى فارد عليك لبس معين وشكل معين يعني أنا بيتفرد علي شكل بيتفرد علي لبس وللأسف أن أنا كل أو مش للأسف أنا بحب لون الأسود أنا بحب بس أنا كل حاجتي سودا لدرجة أن الحاجات كلها بقت شوها بعضها بس أنا بحب الأسود ودائما أنا أقول إن الأسود ملك لسوريه وأنا بحب الأسود بالتحديد وطبعا بحب الحاجة اللي تلي علي وحاجة إليك حد كبير بتبقى رسبكت بالمحترمة عشان تلي يعني بالاحتشام الواحد ممكن يكون عامل مش أقول حجاب إنما هقول فيه جزء كبير من الاحتشام اشتركوا في القناة موسيقى إن شاء الله أنا واثقة إن فيه حتى على الأقل قطعتنا يعجبوني قوي أنا واثقة من ده لأن ما جيت الدفليلي فات عجبني بس عجبني فسين كتيرة جدا وخسيت له على فكرة علشان ما يتحججش وما يقوليش إن أنت تخنانة ولا حاجة بالنسبة للفستان اللي أنا لابساهم هو أنا حبيت ألوانه قوي مش عارفة رغم إن هو واسع بس حسن هو مش أو حسيت إن هو مش متخني وده مهم جدا جدا لكل ست طبعا فاشن شول رقم 100 وإن شاء الله بإذن الله يعني يظل متقلق ويقدم حاجات جميلة بقول لمصر وكل الوطن العربي كل سنة وانتو تعيبين إن شاء الله سنة 2020 تبقى سنة جميلة وسعيدة وكل آخر عليكم اشتركوا في القناة أنا سعيد إن أنا أول مرة أحضر دفلي بصراحة فيعني طبعا أنا جاي عشان خاطر حبيب وبقوله ألف مبروك ودايما رافع رأس مصر كده على طول في كل المحافل الدولية وربنا معاك وقلوبنا كلها معاك يا حبيب واسقة إن هو النهاردة هيبهرنا زي كل سنة إحنا كل سنة بنجي بصراحة بنمشي بتاع قديم كلنا ونهاردة إن شاء الله طبعا ربنا يوفقه ويكرمه إن شاء الله هو تبقى حاجة جامدة جدا وطبعا إحنا كوننا عارفين بنافس العالمية وبيعمل فاشن شوف في بغي وفي إيتاليا وفهو طبعا المصر العالمي وإن شاء الله هو التوفيق يا ربه هندخل نشوف إن شاء الله أشاقة والجمال طبعا من الخصية طبعا الدايت يا جماعة والدايت طبعا أول ما بندخن الدنيا بتبوز مننا فما هما بنلبس حاجة حلوة أنا ما بدخن شوية مهما بلبس بحيث أنا مش مكتنعة بنفسي وبحيث أنا في حاجة غلطة وبحيث اللبس مش حلوة علي لما بكون خاسة كده ومزبطة وبتاع بحيث اللبس كده جميل ويجنة أنا بشرب ميا كتير أنا عزي أهم حاجة ممكن أنصح بها أي بنت عايزة تهتم برشاكتها إن هي تشرب ميا كتير جدا والرياضة أهم حاجة حديما دي طويلة وأنا نحسان وردو 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو